لسا مكملين رحلتنا معاكم في عالم الكتب والحكايات والكلام في الكتب عمره ما بيخلص معانا كل حلقة كتاب جديد وكاتب متميز قدر انه بابداعه وبكتاباته يشدنا قدر انه يخلينا نروح معاه في افكاره في رحلة جوه عقله ونعيش كمان معاه في احداث قصته خاصة لو الحكاية دي لشيء من الغمود الاسارة الرعب احيانا بيكون كشف الاسرار والخبايا شيء بيهم كل القراء وكل الناس والحقيقة انه كمان الكتاب بيقدروا انه ينجحوا انه هم يخلونا نعيش مع ابطالهم ونبتدي معاهم الحكاية ويكون عندنا دايما شغف هي الحكاية دي هتخلص على ايه وهتنتهي ازاي حكاية كتابنا النهاردة هتاخدنا العالم جديد ولكن هو بعيد عن الواقع هو ليه علاقة بعالم القصص والاساطير ورغم انه المكان اللي بنتكلم عنه او رواية بتتكلم عنه هو مكان موجود فعلا وهو اسر البرون الا ان الاسر ده تحديدا الحقيقة اتشتهر بحكايات كتيرة جدا حكايات رعب وحكايات غمضة حكايات فيها قدر كبير من الاسارة لدرجة انه تسمى اسر الرعب اشمع ان الاسر ده تحديدا اللي قررت الكاتبة بتاعتنا النهاردة انها هتدخل جوه حكاياته وتكتب عنه روايتها من جوه الاسر وتحكي كمان حكايات ابطالها عشوها من وراء ابواب الاسر ومن وراء شبابيكو ومن داخل سردابو وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة او موضوع الرواية اللي هنتكلم عنها النهاردة من دفتي اللي منوراني في الستوديو وهي الكاتبة الاستاذة مروة جوهر مروة جوهر هي صاحبة رواية سرداب اصر البرون واللي هتكلمني اكتر عن احداثه وعن الرواية وعن ابطالها النهاردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر